أهلا وسهلا فيكم درس جديد على قناتنا على اليوتيوب تعلم أكثر أتمنى أنه قبل ما نبدأ الدرس أنه لا تنسوا تشتركوا على قناتنا على اليوتيوب تعلم أكثر مشان يصلكم كل شي جديد وإذا كان عندكم أي أسئلة أو أي استفصارات فأتمنى أن نتعلقوا على الدرس مشان أقدر جاوب عليكم درس اليوم هو عبارة عن محادثة بينك وبين شخص جديد أنه ولا مرة قابلتوا قبل هللا رح نستخدم كل هالكلمات وكل هالجمل رح أشرح لكم ياها وطبعا رح ترجمها وبعدين بعد هالفقرة رح تجي فقرت المحادثة الحقيقية أنه هيك محادثة بيني وبين تيلة فبتمنى أنه تنتبهوا ومتل ما قلت لكم إذا كان عندكم أي أسئلة وإستفصارات فبتمنى أنه نتعلقوا على الدرس مشان أقدر جواب عليكم نبدأ الدرس اليوم هاي طبعا الكلمات أو الجمل الملونة باللون الأحمر هاي الكلمات اللي أنا رح أستخدمها والكلمات اللي باللون الأسود هون على سبيل المسال هي الكلمات اللي تيلدة رح تستخدمها تيلدة أولا بسيطة لحادثة هي فشخصتاني بجابك هي فهم تسأل ما هاتر دو ما هاتر دو شو اسمك أو شو اسمك شو اسمك ما هاتر دو فهم 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 تسأل كفيت نامن كفيت نامن انت ايضا لديك اسم جميل اسمي كمان حلو وار kommer دو افران تل دي وار kommer دو افران تل دي وفوك تكتب جميل على شكل تالي وار افران کمار دو تل د نين اتو نفس الشي يعني منوين انت تل د اج کمار افران نورا سوريا او د اج کمار افران انا من نورا شمال سوريا او دو او انا اج کمار افران سوريا انا من شمال جنوب نورا شمال سوريا جنوب Är det kallt där i norra Sverige? هُنَا مِسَعَلَانَ جَوْمَ Är det kallt? هَلَيْ جَوْبَرَدْ فِي شَمَالِ سويد Ja, det är kallt أجل نُلْدِنِي بَرَدْ Det är kallt بَرَدْ Ibland blir det upp till minus 30 grader under vintern Ja, det är kallt Ja, det är kallt أنه إلجاب بارد Ibland أحيانا بلير دي تصبح up till minus 30 grader أنه تصبح درجة الحرارة ناقص 30 درجة under vintern under هاي الكلمة الحالة تحت ولكن لما تجي مع فترة زمنية بعد under vintern معناته خلال فصل الشتاء على سبيل المثال إذا كتبت لك under voran خلال فصل الربيع under hösten خلال فصل الخريف إذن under هالكلمة معناته تحت تحت شيء ما على سبيل المثال under بودة هالكلمة معناة هالكلمة معناة سبيل المثال ورم 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 معناة دافي ورم ورم أتفا أنه هون في جنوب السويد أتفا من شمال السويد دي بلير سيلون منوس جرادر هار سيد رائع آه دي بل آه يعني هون بتقول يعني هون ابتتعجب دي بل دي بل انو هل شمال أقوم بور دي نو وين عايش هلا وين تقيم يعني انو وين بتاك بور دي نو يا بور هار إبتعجب أقوم هار هار إضاء اقوم أعطيني أيضا أكثر من م cucic european أعطيني أيضا Risk أغطيني من الإنشآت monk أمهم مبديو من جاربة مكاما أنا أيضاأش في الصوقم أمهم يمبديو من جاربة مكاما أنا عايش عشرين دقيقة بالباس من سنتروم مركز المدينة دي ار انت سو لانت باط دي ار انت سو لانت باط انو المسافي مانا بعيدة pluggar studerar دو pluggar دو eller jobbar دو في تلفل pluggar يدرس studerar کمان يدرس في تستخدم الكلام تين pluggar или jobbar دو في تلفل نشو عم تساوي هلا عم تدرس والا عم تشتغل حاليان ja jag jobbar heltid på en klädbutik دو ja اجل jag jobbar heltid på en klädbutik انو هون heltid دوام كامل حوالي 140 ساعة في الشهر طبعا ja jag jobbar heltid heltid انو حوالي 8 ساعات في اليوم 5 ساعات في الاسبوع 5 ايام في الاسبوع يعني حوالي 40 ساعة في الاسبوع på en klädbutik klädbutik محالي تياب دو شمشانك انو انت جا في الاسبوع في الاسبوع في الاسبوع 30 ساعة في الاسبوع شو عم تساوي بوقت الفراغ انترسانت انو هذا الشي مسيل الاهتمام يعني انو لما بتستخدم هالكلمة انترسانت بعد ما انو واحد تاني بقال لك شي شغل انترسانت انو هون عم تقول اها مسيل الاهتمام انو مشان تفرجي انو انت مهتم فيها او مهتم فيها انترسانت انترسانت هون بجاب leashوب مستدلس سو جILر جا اتتح Ware او مهتم ما بروكار دو جوان أم لا تريد تجد و draggingة أحضرات أدنين دي gillar jag att träna och baka vad kul jag gillar också att utforska nya platser utforska nya platser utöver دي gillar jag att träna och baka jag vill träna och baka baka man har att jag kbos baka bröd bjammel kbos baka sötsaker bjammel kbos aha vad brukar du baka för någonting enno vad brukar du baka för någonting enno شو عم تساوي او اي نوع من انوال med jammel kbos baka jag kbos jag bakar mest sötsaker halawiyyat sötsaker som kanelbullar kanelbullar akid al kil shaif ubi ar shuhi kanelbullar det låter gott inno shahi det låter gott enno tajabashi det var trevligt att träffas och lära känna dig det var trevligt att träffas enno mabsoot bjufftek enno enno shufftna baad och lära känna dig enno att arraf alaiki och alaik det var trevligt att träffas och lära känna dig tack detsamma shukran och lära känna hoppas vcsen anno bittmanna anno nsho baad mera taniya hadde sobra hadde sobra anno djir balik all halik tack djervi anno shukran rach nsaui hals shagli och tack djervi anno hala hälj jumli hoppas vcsen anno lma btulla waحد hoppas vcsen akid rach jajabak tack djervi anno akid rach nsho btulla mera taniya hadde bra djervi balik aha halik wohon bkun khaldas ta minh alfakara anno shrohet lk tjervi 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 kyl hal kyl 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 tjervi tjervi kyl 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 tjervi ja hej vilket fint namn du har tack detsamma varifrån kommer du till det jag kommer ifrån norra Sverige och du jag kommer från södra Sverige är det kallt i norra Sverige ja ibland blir det upp till minus 30 grader under vinter mhm oj det är mycket kallt ja hur kallt blir det här i Stockholm ja det blir sällan minusgrader här så det är lite varmare här i södra Sverige ja det är bra mhm men var bor du nu? jag bor nu här i Stockholm var bor du någonstans? jag bor också här i Stockholm jag bor faktiskt 20 minuter med buss från centrumet jaha men det är inte så långt avstånd nej det är det inte ja pluggar du eller jobbar du för tillfället? jag jobbar heltid på en klädbutik okej det är bra jag pluggar och jobbar även extra på helga intressant mhm vad brukar du göra på din fritid annars? ja mestadels så gillar jag att utforska nya platser spela och gymma vad brukar du göra? vad kul jag gillar också att utforska nya platser mhm utöver det så gillar jag att träna och även baka aha vad brukar du baka på någonting? mest sötsaker som kanelbullar okej det låter gott mhm okej men det var trevligt att träffas och lära känna dig tack tillsammans hoppas vi ses igen sen någon gång tack det gör vi tack för din tid tack hejdå hejdå tack för din tid tack för din tid